رح بس record فتكملت المحاضرة الثاني خي نقول عندنا الـ disadvantage مثل ما قلنا انه من الصعب حصل على proper contour and closer contact and anatomy are some time to achieve with large complex restoration مثل ما تلاحظون بالصورة مثلاً لو كان عندنا هاي restoration رح نلاقي صعوبة كثيرة انه رجع الـ anatomy والـ contact على عكس مثلاً الـ indirect رح يكون الشغل أدق يعني كذلك الـ resistance form is more difficult to develop بالطبع أنا كل ما أفقد amount كبيرة من two structure رح أواجه مشكلة بالـ resistance fracture رح أواجه مشاكل مثلاً تلاحظون هوني بالصورة crack أو marginal defect تمام؟ على عكس الـ indirect ثان نجعل نجعل tooth preparation for complex amalgam restoration الشونا حضر أنا tooth for complex amalgam restoration رح يكون عندنا مصطلحين بالـ بالـ بالكافي ما الـ complex amalgam restoration اللي هو الـ vertical والـ horizontal فإذن The word vertical is used to describe the tooth preparation wall and other preparation aspects that are approximately parallel to the long axis of the tooth فإذن عندي أي جدار أي سطح رح يكون parallel موازي للـ long axis of the tooth رح أسمينه إيش the vertical wall بينما دحقهوني حرفة T نقص فالتسميات 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 رح تكون بسيطة بالنسبة للـ complex cavity preparation حيكون عندنا vertical wall و horizontal wall فالpreparation for caspal coverage هاي الـ caspal coverage مهمة جدا لازم يعني تكون معلوماتكم كافية عنا Preparation for caspal coverage complex amalgams أول نقطة when caries lesion is extensive with resultant loss of dentine necessary to support occlusally loaded areas of the tooth يعني من رح يكون الكاريز عندي يعني ممتد ورح يأدي لي إلى loss of dentine بالتالي أنا رح أحتاج إيش الـ caspal coverage نقطة ثانية when the facial or lingual extension exceeds the two-thirds of the distance from the primary fissure toward the casp تذكرون class 1 with lingual extension مثلا من حكينا يقلنا أنه يعني تحاولون أنه لا تعبرون 1 مليم لأنه أنتوا رح تأخذون من الكسب سواء من هجها مثلا الدستوباكال العفو الدستولينجوال أو الميزولينجوال فإذا كان عندي الكافيت ممتد أكثر من 1 مليم 1.5 إلى 2 مليم مثلا رح يمتد أكثر من أي سؤال إيه دكتور قلت بقطة غا حيث دستركشن للتوث أكثر من هو حيث هو تمام بغوها بالضبط وأكثر ضحية هي رح تصير الدستولينجوال يعني أصلا كسب ظايرا من رح يصير extension بالتالي أنا رح أحتاج أعمل لك كبرج ماشي النقطة الثاثة وإن the facial lingual extension of the occlusal preparation exceed the two-thirds of the distance between the facial and lingual cusp تذكرون بكلاس 1 من حكينا قلنا الانتركaspal distance وأن الكافيتي مالتي لازم ما يعبر الone-third تذكروها فإذا عبر الone-third يعني عرض الكافيتي مالتي بكلاس 1 مثلا عرض أعبر الone-third of the intercaspal distance بمعنى أنه أنا أخدت زيادة من البكالكسب وال lingual cusp وبالتالي رح أحتاج أعمل إيش كسبال كبرج والنقطة الرابعة اللي هي for cusp prone to fracture يعني من أنا أشوف أنه هاي الكسب معرضة للفراكتش أعمل لكسبال كبرج قد يكون مثلا مثلا Tilted Tooth والإكلوجين مالي مركز على هاي الكسب وهي أساساً weak cusp فأنا من البداية أعمل لكسبال كبرج حتى لا يصير فراكتش عندي يعني من أنا أتوقع أنه رح يصير مستقبل فراكتش أعمل لهاي فهاي النقاط مهمة تحفظوها أنه هي أش وقت يكون الكسبال كبرج indicated الكمبليكس أملقم رستوريشين ذات كبر ون ورمور كسب هاف ديكو منتد شي موثق وعلمي إنه رح ينطيني لونجيفتي إيش معنى لونجيفتي من يعرف إيش معنى لونجيفتي لونجيفتي معناها أكثر يعني عمره يعني حياته يعني عمر السن يقول بالضبط إحنا هدفنا أشنو بال conservative dentistry أو بالdentistry بشكل عام to elongate the life span of the tooth with the life span of the human of the man يعني إنه أنا يصير طول عمر السن بحيث إنه يعيش قدر عمر الإنسان يعني غيّة والعمر خلي نقول فإذاً من أنا رح أعمل كاسبل عفوا رح أعمل complex amalgam restoration علمياً موثقة بأنه رح ينطيني لونجيفتي of 72% after 15 years 15 years رح ينطيني هاي النسبة كلش عالي طبعاً بس لا تنسون ودائماً تذكروا إنه إحنا كلامنا على إيش كلامنا على إنه أنا عندي complicated cavity خوش عملتوا الديزاين الصحيح رح ينطيني 72% for 15 إذا ما عملتوا الديزاين الصحيح ما رح ينطيني هذا الشيء يعني هاي ما عايقارن إنه مثلاً أنا simple class 1 أو class 2 class 2 class 1 أكيد رح ينطيني لونجيفتي أكثر من هذا وما يحتاج أعمل complex فهذا كلامنا لازم تعرفون إنه كلامنا هو في حال إنه أساساً هو indicated ال complex يعني إنه هذا تحفيز على إنه أنا أنا أصمم الكافيتي مالتي بشكل صحيح إنه أعمل casual coverage خوش في حال indicated أعمل لأكزلاري لتنتف features اللي ذكرتوها اللي هي السلوت القروف أخر للPIN إذا كان indicated ماشي فإذن هسا لحظ معنا أحظوا معايا هاي الصور أول صورة اللي هي مؤشر بحرف A Covering the cusp with amalgam أول شيء رح يكون comparison Of measles aspects of normally extended يعني هاي الصورة اللي على يسار هاي اللي تتشوفوها هذا normally extended يعني normal cavity ما بينو destruction أو ما بينو extension of caries على عكس هاي الصورة اللي على يسار هون يعني تلاحظون كنصار عندي extension of caries تمام؟ لحظوا معايا لاحظوا الكسب هوني أشقد العرض مالته تمام؟ وهوني مديته الكافتي مالتي لأنه عندي تسوس فأصار عندي weakening بهذه الكسب تمام؟ ف فوقening إضافة إلى أنه pulpa الفلور أيضا صار بينو extension فاتحول الكافتي مالتي من normal M-O-D كلاس 2 إلى إيش complex complex cavity فإذن The resistance form of the mesolingual cusp اللي هي هاي mesolingual cusp with extensive preparation is compromised يعني صار عندي مشكلة هوني بالresistance form أشو نعالجو أعمل إيش cuspal coverage and cusp coverage of the amalgam is indicated زين أشو نعمل cusp coverage إذا صادفتو هذا الكافتي عدكم مستقبلا أشو نعمل cusp coverage دقيقة دقيقة زين نجي على الخطوات مع الكاسب الكافتي أشو نعمل cuspal coverage يعني أنزل بالhorizontally وعمل لي دليل اللي هو واحد ونص إلى 2 مليم عمق وسمينه depth cut تمام لاحظوا معايا c هذا الشكل c هوني عملتو depth cuts بس مجرد نزلتو واحد ونص إلى 2 مليم وتركتو الكافتي الخطوة الثالثة أعمل reducing the cusp أمشي ال bare mality horizontally وأقص واشنو الدليل ما لتي القايد اللي هو هذا depth cuts من أصل نهاية depth cuts أتوقف ماشي أنا هسا عملتو الميزيولينجو والكاسب فقط اللي لأنه هي بس هي الوحيدة اللي صار بيها ويكنين هوني حرف إيهاي بعد ما انتهيتو من reduction of the cusp نزلتو الكاسب إلى هذا المستوى اللي واحد ونص مثل ما قلنا إلى 2 مليم ماشي هاي رح عوضة بإيش رح عوضة بأمالقام زين F and G اللي هاي الشكلين اللي هي واشنو final restoration عتلاحظون معاي الأمالقام ماشون M O D لكن بينو extension عالميزيولينجو والكاسب اللي عملتو اللي عملتو عتلاحظون بهذا الشكل عملتو cuspal coverage أول مرة عملتو cuspal reduction بعدين cuspal coverage هذا رح ينطيني resistance عالي على عكس الديزان الأول لو أنه أنا تركتو الكاسب بدون ما عملها reduction مستقبل لان ايش رح يصير رح تيجي الفورسز على الأمالقام الأمالقام يتحمل الفورسز رح ينقل وين ينقل على base of the cusp الكاسبات اللي بقية عندي كلها supported بايدنتين على عكس الميزيولينج والكاسب ما supported فإيش رح يصير رح تيجيني بعد شهر شهرين ثلاثة ستة شهر المريض لكن صار عنده إيش fracture cusp زين أشنو بعد أحتاج أحتاج إنو أعمل retention groove retention groove is associated with the remaining vertical wall مثل ما قلنا الwalls العمودية رح أسميه vertical wall فإذا retention groove هذا مكانه هتلاحظون رح يمشي مع vertical wall of ايش of the cusp require reduction يعني بقية الكاسبات ما يحتاج أعمل groove فقط أعمل groove على الكاسب اللي حتاجت إنو أعمل بها reduction فإذن reduction of the unsupported cusp should be accomplished during the initial tooth preparation ايش معناته معناته إنو أنا أعمل reduction مالتي بالبداية ليه إيش أعمل بالبداية حتى يوفر لي vision رؤية أكثر للكavity should be accomplished during the initial tooth preparation because it improve access and visibility of the subsequent steps فحي سهل رؤية للخطوات اللاحقة اللي رح أقوم بها فإذن depth cuts هاي اللي ذكرناها قبل شوية خلا عيد لكم الصورة هاي depth cuts هتشوفوها لاحظتوها الكسبات اللي راح تكون خارج الإطباق راح تكون نسميها إيش non-functional cusp فاعتياد الكسب اللي functional هي راح يصير عليها اللود أكثر من المستيكيشن وبالتالي تحتاج thickness أعلى من الأمل قبل وهذا راح نطيها 2 milim reduction بينما لو كانت non-functional كسب راح تكون فقط يعني one and half من يقدر يقللي اللower first molar مثلا يا هال functional cusp باللower first molar مال مكو جواب وبعد distolingual يمكن البacal cusp راح تكون functional lingual cusp سنين ثم non-functional نعتبر فمن أجي مثلا أنا عندي mesolingual cusp أو distolingual cusp العفو meso baccal cusp أو distolingual cusp lower first molar إذا احتجتوا إنه عمل لازم عمل 2 millim على عكس distolingual وال mesolingual والdistolingual 1.5 millim راح تكون كافية بينما بال upper لا راح يكون عندنا lingual cusp هي functional cusp هاي طبعا بال normal class one relationship دكتور أي عفو وشنو تعريف functional cusp منو معايا يحيى يحيى أسا أنت من تطبق أسنانك المولارز تقدر تتحسسه بالتنك يا 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 الكسفات اللي عيصر بيها إطباق بالنسبة مثلا لل lower first مولارز البكال عيصر بيها إطباق مع عايش مع lingual cusp مع upper مول صح طبعا هاي سموها functional cusp هي اللي تقوم بالوظيفة الأكبر تمام يعني lingual cusp بال lower ما ما تعتبر functional لي مع ال contact مع upper بالضبط طبعا هم راح يتوقف عندنا الفيديو اللي راح يخلص الوقت فشوي راح أمشي أسرع بقى إذا صار توقف راح نرجع ندخل مرة ثانية الموم mandibular نجع عندنا أسنان معينة شون نعمل بها reduction مثلا mandibular first premolar with the lingual cusp produced for coverage عمل راح يكون هذا الشكل مالتا عطلحظون عدنا reduction of the distolingual cusp reduction of the distolingual cusp distolingual cusp of maxillary molar cutting depth gauge groove with the side of the bear هتلاحظون أول مرة عملتوا depth cut وبعدين عملتوا reduction هذا depth cut هتلاحظوا وهون عملتوا reduction فصار عندي completed cusp reduction هذا بالنسبة لإيش المaxillary molar بالنسبة هون عندنا complete هذا حرف دي صار عندنا complete cusp reduction والعفو حرف E هذا بعد ما كملتوا الاملغم restoration صار عندي بهذا الشكل زي بالنسبة المandibular first molar نيجي على حرف A reduction of the distol cusp is indicated when the occlusal margin من يكون عندنا المargin هون crosses the cusp المنز هتلاحظون هون المargin عندي امتدت بحيث انو اشبق من distal cusp الaminence راحت مالتا تمام فبالتالي لازم اعمل reduction زي عندنا disto facial view of the distal cusp show in A before reduction هاي قبل reduction هاي اللي على left side the distal cusp after reduction هاي اللي على اليمين reduction راح يكون عندنا 2 mm is necessary ليش لانو هي تعتبر ضمن الفunctional cusp وبالتالي to provide for a minimal of 2 mm thickness of amalgam هتلاحظون هاي الصورة عملتوا reduction فقط للإش للdistal cusp ونزلتوا أشقد بيها 2 mm زين اشنو الauxiliary retention and resistance form اشنو الاشياء اللي ممكن أضيفة حتى أزيد الresistance والretation اللي هي الكوبز هاي الكوبز تلاحظون والسلوت السلوت السلوت مثل ما قنا على شكل حرف c groove على شكل حرف c يمتد إلى two surface proximally و lingually تمام أشنو الميزة مالته لازم يكون depth مالته 1 mm وأيضا أحاول أعمل بينه convergence بسيط بحيث أنه القاعد راح تكون 1 mm القنة مالته السلوت راح تكون أشقد 0.8 يعني هو نفسه السلوت سلوت أعمل بينه حتى هي نفسه توفر لretation أقل من 0.5 ما راح يكون لها دور بالretation فإذا راح تكون 0.5 إلى 1 mm داخل dintino element junction وأعمل بها convergence بسيط مثل هاي الصورة اللي ده تشوفوه أيضا الكوفز مثل ما حكينا prepared with dintin ب bear ربع طبعا راح أحضر به الكوفز على مناطق point angle vertical groove prepared indinting with bear أيضا ربع round أو الbear هذا اللي ده تشوفوه مثل taper where appropriate for vertical groove وطبعا هاي الجروف مثل ما حكينا الكسبات اللي عملتوا بها reduction أعمل بها هذا الجروف thank you أي سؤال وحاولوا تسعة جوق قول ما ينتهي البث السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور بس dintin وإنعمل junction أشونا نحدد نحن نحن نزل مثلا 1 نص أو 1 مليمتر يعني الانعمل دائما يكون color مالته شوية شوية على white مرح تصلين dintin مبين عندي رح يتحول لون dintin مبين لون dintin شوية على yellow طبعا ولازم يكون عندك فكرة عن الاناتومي يعني أنت تصلين يا cervical line أنت تتوقعين أنه عندك باقي جزء قليل من الانعمل أو تصلين مناطق ما بها الانعمل مباشرة عديتين على عكس مثلا بالكسب أعلى شي الانعمل رح يكون تقريبا 2 million صح بس يعني بحكم الانعمل دكتور عكس ثواني ورح نقطع البيت اي خمس ثواني سوي واحد جديد لو شوان إذا عدكم مسئلة وأنا حاضر أعمل واحد جديد بس question وإذا هاي ماش لا باقي خمس دقائق باقي خمس دقائق خمس دقائق عبغة الأربعين موافصل عبغة الأربعين دقيقة موافصل ما عرف شن السبب ايه طبع هي طخات ايه أكوأ سئلة بعد يا شباب no question خمس دقائق تمام أوكي يلا شوفكم على خير إن شاء الله شكرا 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 شكرا